ونناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا من رامالة دكتور محمود الهباش قاضي قضاء فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني أهلا بك معنا دكتور محمود على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة هذا المساء أريد أن أتوقف معك عند التطورات الميدانية التي تطرقنا إليها ومن ثم ندخل بالتطورات السياسية رغم كل الاعتراضات ورغم أن ذلك الأمر غير قانوني إسرائيل ما زالت تحاول فرد منطقة عازلة بقطاع غزة وعلى طول القطاع وبشكل عسكري وبدون أي موافقة أو ضوء أخضر من أي طرف آخر كيف يمكن تفسير هذا الأمر بالقطاع تحديدا هذا جزء من خطة إسرائيلية قديمة جديدة كانت إسرائيل فقط تبحث عن ذريعة للبدء بتنفيذها منذ فترة طويلة وإسرائيل تتحدث عن منطقة عازلة حتى قبل السابع من أكتوبر بالمناسبة حتى قبل الذي حدث يوم السابع من أكتوبر إسرائيل كانت دائما تتحدث عن إقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية مع الأراضي التي بين قوسين تعتبرها إسرائيل حدودها أو أراضيها وجدت إسرائيل ضالتها فيما حدث يوم السابع من أكتوبر للبدء بتنفيذ هذه الخطة التي تتضمن فيما تتضمن تهجير أكبر قدر ممكن أو أكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة إما إلى خارج قطاع غزة أو من المناطق المحاذية للحدود إلى داخل قطاع غزة أو إلى عمد قطاع غزة وإقامة هذه المنطقة العازلة التي تدعي إسرائيل أنها منطقة إمنية والحقيقة غير ذلك هي منطقة إسرائيل تبدأ بهذه الخطة المتدحرجة أولا تتحدث عن الأمن ثم بعد ذلك تلتهم هذه الأرض من جديد وتضمها إلى الأراضي التي تحتلها هذه الخطة التي تتحدث عنها إسرائيل ويتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون أولا هي مخالفة للقانون الدولي مخالفة للاتفاقات التي وقعت بين منظم التحرير وإسرائيل وتعني ببساطة أن الصراع سيستمر وأن التوتر سيستمر وأن السلام سيستمر غائبا عن المنطقة والنتيجة مزيد من العنف مزيد من التوتر لأن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لن تقبل أبدا باقتطاع سنتيمتر واحد من أراضي قطاع غزة أو الضفة الغربية لصالح على احتلال الإسرائيل ولكن ما الذي يمكن فعله الآن دكتور محمود إسرائيل تحت صفة الدفاع عن النفس بكل أمر تقوم به هي تبرر لنفسها كل هذه الإجراءات الآن ما الذي يمكن فعله لوقفها من الذهاب إلى هكذا إجراء كبير ما فعلناه على مدى 75 سنة في مواجهة إسرائيل سنستمر في فعله هذه المرة أيضا سنستمر في البقاء وفي الصمود وفي المقاومة وفي تحدي إرادة الاحتلال وفي التمسك بالحقوق وفي التمسك بالقانون الدولي وفي ملاحقة الاحتلال أمام كل الهيئات والمحاكم والمنظمات الدولية لن يضيع حق وراءه مطالب إذا كانت إسرائيل تظن أنها بإمكانها أن تفرض أمرا واقعا وينتهي الأمر ونسكت على هذا الذي تحاول فرضه علينا فهي واهمة نحن سنستمر في فعل ما يجب علينا فعله وما فعلناه على مدى كل العقود الماضية المقاومة الصمود الثبات التمسك بالحق وتحدي إرادة الاحتلال وعاجلا أو آجلا الاحتلال هو الذي يزول التاريخ يعلمنا درسا كبيرا ودرسا عظيما وعليهم هم أن يتعلموا هذا الدرس التاريخي لن يدوم ولم يدم أي احتلال على مدى التاريخ ولن يدوم هذا الاحتلال أيضا وإسرائيل في النهاية ستخرج من عرضنا إسرائيل لم تنعم بالأمن والسلام على مدى 75 سنة والسبب أنها تتنكر لحقوقنا وتريد أن تواصل الاحتلال إذا كانت بالفعل جادة في الحصول على الأمن والسلام ليس لذلك إلا طريق واحد هو التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لكي تقوم دولة فلسطين كأساس وكضمانة للسلام والأمن والاستقرار من ناحية البيت الفلسطيني دكتور محمود هناك مصادر وانفتح قالت أنه بالفعل هناك جهود للتقريب في وجهات النظر ولكنها لا تسير على النحو المأمول ما الذي يعرقل هذه الجهود الآن؟ الجهود لرأب الصدع الفلسطيني واستعادة الوحدة الفلسطينية لم تتوقف منذ الرابع عشر من يوليو تموز 2007 منذ وقع الإنقلاب الذي قامت به حركة حماس لم تتوقف القيادة الفلسطينية عن سلوك كل الطرق وطرق والولوج إلى كل الأبواب من أجل الوصول إلى هذا الهدف النبيل المقدس بالنسبة إلينا كل مرة كانت هناك عراقيل تبرز من حين إلى آخر ولأسباب مختلفة ولكن دعيني أقول بصراحة وأصارح الشعب الفلسطيني شعبنا العظيم أن السبب الرئيس في عرقلة كل جهود المصالحة هي أصحاب الأجندات الإقليمية المرتبطون بالمصالح الإقليمية بمصالح بعض الدول والجماعات من تقصد هنا دكالر محمود؟ غير الفلسطينية التي تنعم في ظل الانقسام وتنمو في ظل الانقسام وتستفيد من الانقسام وأول من يستفيد من هذا الانقسام هو إسرائيل إذا أردتم أن تعرفوا السبب في الانقسام ابحثوا عن المستفيد من الذي يستفيد من الانقسام؟ الشعب الفلسطيني؟ لا حركة حماس مستفيدة من الانقسام؟ أنا أشك الذي يستفيد من الانقسام هو الذي يغذيه أول المستفيدين هي إسرائيل وهناك دول لا أريد الآن أن أسميها ولكنكم تعرفونها جيدا ويعرفها الشعب الفلسطيني جيدا أيضا تغذي الانقسام هناك جماعات جماعات وتنظيمات من الذي يغذي الانقسام من أجل الفلسطيني؟ تغذي الانقسام وتموّل الانقسام نعم من الذي يغذي هذا الانقسام من الجانب الفلسطيني؟ إسرائيل مستفيدة نعلم هذا تريد الانقسام هذا واضح من الجانب الفلسطيني من الذي لديه أجندات إقليمية؟ ومن المستفيد؟ الذي صنع الانقسام هو الذي يرتبط بالأجندات الإقليمية كنا قبل الرابع عشر من يوليو تموز 2007 كنا في حكومة وحدة وطنية فلسطينية كان الجميع ينضوي تحت لوائها كنا شعب واحد ونحن لازلنا شعب واحد لكن كنا سلطة واحدة ونظام واحد ونظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد من الذي اجترح هذه الخطيئة؟ وبدأ الانقسام؟ الذي قام بالانقلاب الذي نفذ الانقلاب هو الذي صنع الانقسام يعني عم تحكي عن حماس؟ وإلا من؟ يعني حماس هي التي صنعت الانقسام والتي لديها أجندات إقليمية وخارجية بكل تأكيد أجندات مع من؟ هذا أمر يعرفه الصغير والكبير في فلسطين ويعرفه القاصي والداني الذي صنع الانقسام هو الذي نفذ الانقلاب صيف 2007 وهو الذي تسبب بهذا الشرخ وبهذا الجرح الغائر في الجسد الفلسطيني وفي العمق الفلسطيني وعليه الآن أن يعود إلى رشده ومن أجل هذا نحن نبذل كل الجهود مع من نحن نتكلم عشان ننهي الانقسام؟ مع الذي صنع الانقسام مع الذي عمل الانقسام ما حركة حماس التي صنعت الانقسام وتسببت به ما الذي يطرح الآن على حماس من جانبكم؟ أفوأ ما الذي يطرح على حماس؟ أن نستعيد ببساطة بموضوعية وبشكل واضح ونحن لا نتكلم لغة رثمات لا مع حماس ولا مع غيرها كلام واضح وبسيط كنا قبل الانقلاب وقبل الانقسام نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد علينا أن ننهي كل الإفرازات التي نتجت عن الانقلاب وعن الانقسام لكي نعود كما كنا تحت لواء واحد نظام سياسي واحد نضال واحد بأشكاله المختلفة ممثل شرعي واحد ووحيد ممثل الوطنية الفلسطينية هو منظم التحرير الفلسطينية إطار سياسي جامع هو برنامج منظم التحرير الفلسطينية ببساطة هذا نوقش باجتماع العالمين ولم يأتي بنتيجة حتى قبل الحرب بالعام الماضي لا بالعكس عندما التقينا في العالمين وذهب الرئيس أبو مازن وبدعوة منه بالمناسبة نعم هو الذي دعا إلى لقاء العالمين والتقى قيادة حماس قبله بأربعة أيام في أنقرة وتم الاتفاق أننا راحين لا بدنا مصالحة وبدنا أن ننهى الانقساب وذهبنا إلى العالمين ووضع الرئيس أبو مازن أمام الجميع الأسس الواقعية الموضوعية التي نجتمع عليها والتي تتسم بأمرين أساسين الالتزام الوطني والواقعية السياسية وضع هذه الأسس الأربعة الأسس الأربعة التي تتمثل أولا احترام الشرعية الوطنية المتمثلة في وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعب الفلسطيني نعم ثانيا احترام الشرعية الدولية التي نضلنا طويلا من أجل أن نصبح جزءا منها وهي السلاح الذي نحارب به إسرائيل الآن هي السلاح الذي نحارب به الاحتلال وإسرائيل ومن يقف هراء إسرائيل نعم ثالثا الاتفاق على شكل النضال الذي يناسب هذه المرحلة وهو المقاومة الشعبية السلمية رابعا احترام الشعب الفلسطيني وعدم السماح بتدخل أي طرف خارجي في القرار الفلسطيني الداخلي في قرار الشعب الفلسطيني هل وافقت حماس على المبادئ الأربعة بالعالمين؟ يمكن أن نجتمع ونلتقي اتفقنا على أنه بعد هذا اللقاء الجامع سيكون هناك لقاء آخر للبدء بالتنفيذ نعم رجعنا من العالمين على أن يكون هناك لقاء بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر لجميع الفصائل من أجل الشروع في وضع الخطوات العملية لتنفيذ ما قيل في العالمين ولكن مع الأسف الشديد وأنا أقولها بمرارة للمرة المئة أن حماس امتنعت عن الذهاب إلى الاجتماع المتفق عليه وعطلت الاجتماع الثاني الأمر الذي عرقل مخرجات اجتماع العالمين إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة التي نقف فيها الآن بما أنه وصلنا إلى هذه اللحظة في مسؤولينا وقاد بحماس يقولون أنكم أنتم من لا يتصل ولا يتعطى مع حماس ما بعد السابع من أكتوبر لبل حتى حماس عرضت اجتماعا ببيروت قبل اختيال العروري وأنتم لم توافقوا على الحضور هذا كله غير صحيح غير صحيح كله من أوله إلى آخره غير صحيح ولا عرضوا اجتماعات ولا عرضوا اتفاقات ولا عرضوا شيء يعني يريدون أن يعيدون بصراحة أن نتكلم وأنا أتكلم من أجل الشعب الفلسطيني كل مرة بدنا نرجع لنقطة الصفر بدنا نبدأ من أول وجديد ونضيع كل الجهود التي بذلت نحن أننا 17 سنة منذ الانقلاب إلى اليوم ونحن نتحاور ونتبادل الرأي وكل واحد عارف مواقف الآخر وعرفين ماذا يجب علينا أن نفعل وكيف يمكن أن نعيد اللحمة عارفين هذا الكلام ومتفقين عليه وواضح تكلمنا عنه سابقا في إسطنبول وفي الدوحة وفي القاهرة وفي الجزائر وفي غزة وفي كل مكان مع العسف الشديد وفي موسكو في كل مكان لكل عارف ماذا يجب علينا أن يفعل ومنتفق وكل مرة نعود أو يريدون أن يعيدون إلى نفس نقطة الصفر الأولى وكأننا فقط نضيع وقت لا إحنا ما معنا وقت نضيعه وشعب الفلسطيني ما عنده جهد يضيعه والشعب الفلسطيني قضاياه وحقوقه ومصالحه أكبر من الأحزاب وأكبر من الفصائل وأكبر من كل القوى السياسية يجب أن نكون مخلصين لشعبنا أولا أن نصارحه بالحقائق وما نخجل ما نخجل نقول لشعبنا هذه هي الحقيقة ونصارحه بكل شيء وهو صاحب القرار وهو صاحب الشعب وهو صاحب السيادة نحن نشتغل عند الشعب الفلسطيني ليس عند أحد آخر ولا عند دول ولا عند أنظمة ولا عند جماعات ولا عند أحزاب نحن نشتغل عند الشعب الفلسطيني لذلك لازم نقول للشعب الفلسطيني هذه هي الحقيقة وهو الذي يقرر شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في الأخبار ليلة هذا المساء دكتور محمود الهباش قاضي قضاء فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني ضيفنا من رام الله شكرا لك شكرا لك